تراجع القيمة السوقية للمدافع نيف أكرود تراجعت القيمة السوقية للدولي المغربي نيف أكرود مع ويست هامي يوناتد الإنجليزي خلال الفترة الأخيرة من الموسم الجاري حيث انخفضت قيمته من 38 مليون يورو إلى 35 مليون وفق آخر تحديث كشف عنه موقع ترانسفير ماركت المختص في أرقام اللاعبين ويعزى هذا التراجع إلى تعليمات المدرب السابق في ويست هامي الإسكتلندي ديفيد مويس والذي ترك أكرد حبيس دكة الاحتياط ما أفقده التنافسية ورسميته في تشكيلة نادي المطارق الذي تألق معه بشكل لافت ويعد الدولي المغربي أحد أبرز المدافعين في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد ظهوره المتميز مع وست هامي يونايتد منذ انضمامه إليه قبل حولي سنتين قادما من ناديرين الفرنسي واجه أكرد صعوبات في الحفاظ على مستواه خلال الفترة الأخيرة ممن أدى إلى تراجع أدائه وأرقامه وفقدانه لرسميته مع فريقه بسبب الإصابات المتتالية التي تعرض لها المغربي وأبعدته عن الملاعب لفترات متقطعة خاصة آخر إصابة التي تعرض لها والتي قد تعقد عودته إلى مستواه المعهود وتؤثر سلبا على مستقبله مع ويست هامي وأشار موقع هامرز البريطاني المختص في أخبار الفريق الإنجليزي أن المدربة الأسكتلندية ديفيد مويس الذي تم تعويضه بالإسباني جوليان لوبيتيغي هو السبب الأول في رغبة نايف أكرد بالرحيل في ظل اهتمام عدد من الأندية بخدمات صخرة الدفاع المغربي من ضمنها أولمبيك مارسيليا الفرنسي موسيقى